حروب السيطرة التي تخوضها هيئة تحرير الشام في الشمال السوري يبدو أنها لا تقتصر على الجغرافية بل تمتد لتشمل كل مناحي الحياة بما في ذلك القطاعات التعليمية معركة الاستحواذ على جامعة حلب الحرة لم تنتهي بعد مع سعي ما تسمى بحكومة الإنقاذ لفرض سيطرتها على مقرات الجامعة في كل من الأتارب وعويج البري في حلب ومعرة النعمان وكفرسجنة وترمانين بريف إدلب أقل من ثلاثة أشهر على سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي ومناطق في إدلب بدأت بعدها عمليات الضغط على إدارة جامعة حلب الحرة من قبل ما تسمى بحكومة الإنقاذ لضمها لمجلس التعليم العالي التابع لها ضغوطات لم تحقق أهدافها حيث رفضت رئاسة جامعة حلب الحرة هذه الإجراءات وأكدت على استمرارية التعليم والامتحانات في كليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة في مواعيدها المعلنة وفي مواقعها الجغرافية نفسها رفض الجامعة قبل برفض مماثل من قبل الطلاب ما دفع عناصر لهيئة تحرير الشام للاستلاء على المقرات إما فيها من معدات وتجهيزات أقبى نهاية امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري حرب السيطرة على الجامعات بدأت مطلع العام الماضي حيث سعت ما تسمى بحكومة الإنقاذ للسيطرة على جامعة حلب الحرة في الدانا بريف إدلب الوفد الذي انتذبته ما تسمى بحكومة الإنقاذ قُبل بالطرد من قبل الطلبة لتلجأ بعدها هيئة تحرير الشام لوضع السلاح في مواجهة طلاب العلم وتحت سياسة الأمر الواقع تمت السيطرة على مقر الجامعة في الدانا اشتركوا في القناة